من الحاجات اللي تيجي في دماغك على طول اول ما تسمع اسم دسوق هو مسجد ومقام ابراهيم الدسوق احد الاقطاب الاربعة للطريقة الصوفية او للمتصوفين زي ما بيجي على طول في دماغك كده السيد البدوي لما بنتكلم عن طنطا او المرسى ابو العباس لما بنتكلم عن اسكندرية الحاجات اللي دايما مرتبطة بزهن المصريين ومرتبطة ايضا بحكويهم وتاريخهم يمكن من الحاجات اللي عايز اقف معها دقيقة موضوع الصوفية والتصوف الصوفية كطريقة او كمذهب او كحالة بيعيشها الانسان وهي تعني الزهد والتعبد والرقية وسموه الروح حاجة من اعظم الصفات اللي ممكن يعيشها الانسان لكن الازمة اللي بنعيشها النهاردة هو اختلاط الصوفية ببعض العادات زي التبرك بقى بالمقابر والتبرك بمش عارف مين جميل جدا انك تحب البيت النبي جميل جدا انك ترتبط روحيا وترتبط عاطفيا بقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن انك تتخذ بعض من المقابر وبعض من الموتى كوسيلة ما بينك وبين ربنا ده اللي غلط لكن الصوفية لما بنتكلم عن الصوفية وجمال الصوفية وسمو عادات وسمو عبادات المتصوفين اهالي بعض الطرق الصوفية دي حاجة يعني مش وحشة وحاجة جميلة جدا الصوفيين في مصر عادتهم يفوق المئات الالام بل ربما يصل الى ملايين مدينة الدسوق بقى واحدة من المدن اللي تعتبر مركز للصوفية والمتصوفين ده منذ عهد اه ابراهيم الدسوقي المتوفى سنة 696 ابراهيم الدسوقي واحد او اه مولانا ابراهيم الدسوقي او العارف بالله ابراهيم الدسوقي زي ما بيسميه اه اتباعه واحد من اكتر الناس اللي اللي عنده اساطير يعني من الاساطير اللي مرتبطة بابراهيم الدسوقي اللي عاش او عاش حتى دفن وتوفي في مدينة الدسوق انه كان بيحمي مدينة الدسوق من تمسيح النيل قيل ابراهيم الدسوقي كان بيحمي مدينة الدسوق من تمسيح النيل ومن الوحوش دي بعض الاساطير اللي بيقولها طبعا هذه الأساطير زي ما بقول لحضراتكم دايما ممكن ما تكونش حقيقة وممكن تكون محرفة وممكن تكون كمان مختلقة لكنها بيتم تداولها كابر عن كابر وموجودة أيضا في بعض كتب التاريخ تحت بند أساطير لها علاقة إما بإبراهيم الدسوئي أو بالسيد البدوي أو بالمرسى أبو العباس أو 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 لكن وإحنا بنتكلم عن دسوء بنتكلم عن مولد إبراهيم الدسوئي لازم نقولها قالوا إن إبراهيم الدسوئي كان بيحمي دسوء من التمسيح وكان بيحميها أيضا من الفيضان حسب بعض الكتب أو حتى ذكر في بعض الكتب هذا الكلام أيضا يقال إن السلطان المملوكي الأشرف خليل لما سمع بصيد إبراهيم الدسوئي سافر من القاهرة وقتها كانت عاصمة الدولة إلى دسوء عشان يطلب ود إبراهيم الدسوئي ويعينه شيخ الإسلام لكن إبراهيم الدسوئي وقتها رفض وأصر على البقاء في دسوء يعلم أهالي دسوء ويحمي المدينة حسب زعم البعض ويعلم ويدرس لأتباعه وامرديه لكن كان ليه طلب عند السلطان المملوكي أنه يملكه الجزء التاني من نهر النيل والجزء ده كان تابع وقتها للمحمودية في محافظة البحيرة وفعلا وافق السلطان المملوكي على طلب إبراهيم الدسوئي وفترة المنطقة دي فترة كبيرة جدا تعد منطقة واحدة لحين ما تم التقسيم الإداري فيما بعد مسجد سيد إبراهيم الدسوئي واللي بيقال عنه أن قبلة المريدين بيزوروا في فترة المولة ما يزيد عن مليون شخص من داخل مصر وخارج مصر من الدول العربية وبعض الدول الإسلامية ويعد هذا المسجد واحد من أكبر المساجد في العالم بل أيضا يقال أنه أحد أكبر عشر مساجد على مستوى العالم وترتيبه من حيث الاتساع والحجم المسجد رقم 9 على مستوى العالم المسجد بناهي العارف بالله إبراهيم الدسوئي أو بني على مقام وقبر العارف بالله إبراهيم الدسوئي وبدأت البناية في حياة إبراهيم الدسوئي لما جاء الأشرف خليل بن قلوين سلطان مصر لزيارة إبراهيم الدسوئي فلقى حواليه مريدين وطلبة فأمر ببناء يعني زاوية صغيرة أو وقتها كانت تسمى زاوية العارف بالله مات إبراهيم الدسوئي ودفن في زاوية العارف بالله حتى جه بعد كده السلطان قاية باي أمر بتوسيع الزاوية وبناء مسجد سنة 1880 على مساحة 3000 متر 3000 متر ده أول مسجد بني لإبراهيم الدسوئي في دسوء بمحافظة كفر الشيخ أما في سنة 1969 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تم توسعة المسجد من 3000 متر ل 6400 متر وبناء 11 باب وده الشكل الحالي لمسجد إبراهيم الدسوئي صاحب 11 باب والمقام على 6400 متر وتم زيادة بعد كده 600 متر أخرى خاص بالسيدات يقام في المسجد مولد سنوي في شهر أكتوبر ويستمر لمدة 70 وبيحضروا أو بيحيي هذا المولد أكتر من 77 طريقة صوفية 77 طريقة و77 إمام من أئمة الصوفية ومريديه من مصر ومن كل دول العالم بيجوا لدسوء بما يقدر السنة اللي فاتت كان عددهم يقدر بمليون مواطن مليون مواطن يعتبروا اقتصاد كامل يعتبروا شعب كامل بيعيشوا أسبوع في دسوء في منتصف أكتوبر معنا فيديو لذكر وإنشاد من داخل مسجد إبراهيم الدسوئي احتفالا بمولده أو زي ما بيسميه أتباعه احتفالا بالمولد الكريم